موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق الأوسط التي عنوانت برنامج لقياس الألم عن طريق مراقبة تعبيرات الوجه يستطيع برنامج كمبيوتر جديد قياس حجم الألم الذي يشعر به الشخص عن طريق مراقبة تعبيرات وجهه وهو ما يمكن أن يساعد الأطباء لتحديد ما إذا كان المريض يشكو من أوجاع حقيقية أو أنه يتصنع الشعور بالألم وبالتالي يمكن التفريق بين ما إذا كان بحاجة حقيقية إلى مسكنات ألم قوية يمكن أن تؤدي إلى الإدمان أم لا صحيفة الاتحاد الإماراتي عنوانت روبوت يراعي سلوكيات الأماكن المزدحمة ابتكر باحثون روبوتا مبرمجا لمراعاة الأعراف الاجتماعية التي تنظم حركة المشاء ويمكنه التحرك يمينا أو يسارا من أجل إفساح الطريق أمام السائرين في الاتجاه المقابل حسب المعايير المعمول بها في كل دولة ويستخدم الروبوت الجديد مجموعة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار التي تعمل بالليزر من أجل التعرف إلى البشر وإفساح الطريق أمامهم مع صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنوانت الصين تطور محرك لإرسال البشر للمريخ خلال عشرة أسابيع نشر موقع CCTV الصيني تسجيلا جديدا يزعم نجاح العلماء الصينيين في تصميم نموذج أولي من المحرك الخالي من الوقود الذي يطلق عليه اسم ام درايف والقادر على إرسال البشر إلى كوكب المريخ في غضون عشرة أسابيع فقط دون الحاجة إلى الوقود والذي تحاول ناسا تطويره منذ سنوات مع صحيفة الغد الأردنية التي عنوانت مصدر عربي لأعاصر الولايات المتحدة قالت شبكة تيك انسايدر إن مصدر الأعاصر القوية التي ضربت ولايات أمريكية خلال الأيام الماضية هو الساحل الغربي الإفريقي قرب الرأس الأخضر وبحسب الشبكة فإن الأعاصر الأربعة إرما هارفي خوسي وكاتيا مصدرها واحد وولدت على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي بالقرب من دولتي السنغال وموريتانيا وأخيرا مع صحيفة القبس الكويتية التي عنوانت 12 قردا ماتوا بالسكتة القلبية لخوفهم من نمر تعرض 12 قردا إلى سكتة قلبية أدت إلى مقتلهم في إحدى غابات الهند بعد أن أخافهم نمر وعلى الرغم من تقرير طبي لحالات الوفاة أثار موضوع الموت الجماعي للقردة استياء خبراء الحياة البرية الذين رفضوا هذا التفسير وزعموا أن القردة لقد حطفها بسبب تسمم